فيما يعد أول تأكيد على المشاركة الأمريكية في الهجوم الذي تشنه قوات الأمن العراقية على مدينة تكريت أعلن ديبلوماسيون غربيون أن طيران التحالف قام بتنفيذ طلعات استطلاع لمساعدة القوات العراقية في عملياتها لاستعادة مدينة تكريت التي يسيطر عليها تنظيم داعش في الوقت نفسه ينتظر أن تطلب الحكومة العراقية قريبا من التحالف الدولي القيام بغارات جوية على مواقع المسلحين في المدينة التي تبعد 160 كم شمال العاصمة بغداد كشف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق أن بغداد على وشك أن تطلب من التحالف توجيه ضربات جوية لمساعدتها في عملية استعادة السيطرة على مدينة تكريت من قبضة مسلح داعش على غرار النموذج الذي حدث في الشمال حيث نفذ التحالف هجمات جوية بالتنسيق مع قوات البشمرقة الكردية وإذا قبلت تحالف الطلب فإن هذه الخطوة ستعتبر أكبر تعاون حتى الآن ضد تنظيم داعش من قبل الجيش العراقي وقواد الحجد الشعبي ولم يشارك التحالف حتى الآن في حملة استعادة تكريت التي شنت قبل ثلاثة أسابيع وهي أكبر حملة تقوم بها القوات العراقية منذ اجتياح تنظيم داعش ثلث العراق العام الماضي وكان التحالف كشف أنه بدأ منذ السبت الماضي تقديم معلومات استخبارية للجيش العراقي في عملية تكريت ويشارك أكثر من عشرين ألف جندي من الجيش العراقي وقوات الحجد الشعبي في الهجوم الذي توقف منذ نحو إسبوعين بسبب قيام تنظيم داعش بزرع كميات كبيرة من المتفجرات في كافة أرجاء مدينة تكريت إلى ذلك تمكنت قوات البشمرقة الكردية من صد هجوم لتنظيم داعش من ثلاثة محاور على مواقع لقوات البشمرقة في قضاء سنجار غرب مدينة الموصل ما أدى إلى مقتل تسعة عناصر من التنظيم على الأقل